تتلحق الأزمات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمؤسسات الحكومية للولايات المتحدة بعد أن قضت محاكم أمريكية بوقف تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي ترامب وجه لكمة جديدة بتعني قرار المحكمة لاستئناف تنفيذ قراره إلا أنه وجوبها بلكمة مضادة حيث رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية الطعن في قرار قاد اتحادي بوقف مؤقت لقرار حظر سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة والمهاجرين إلى الولايات المتحدة ويعني قرار محكمة الاستئناف الاتحادية أن يتوقف العمل بالأمر التنفيذي بحظر السفر حتى النظر في القضية الكاملة المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية وزارة العدل كانت قد ردت بالقول أن الرئيس ترامب لديه صلاحية غير قابلة للمراجعة تمكنه من منع أي مجموعة من الأجانب من دخول البلاد وصفة قرار القاضي الاتحادي في سياتل جيمس روبرت بأنه شديد العمومية وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كما تدير الإدارة الجديدة ممثلة في وزارة العدل صراعا على جبهة أخرى لإنقاذ قرار حظر السفر إذ يتعارض رأيها في الأمر التنفيذي لرئيس ترامب مع قرار أصدره قاد اتحادي آخر في بوستن بوقف الأمر نفسه وفي ذلك تتواصل المظاهرات في عدة مدن أمريكية من بينها ميامي ومدن أخرى بولايتي فلوريدا ونيويورك احتجاجا على قرار الرئيس بشأن الهجرة حيث نتدى المتظاهرون بإصرار ترامب على مواصلة العمل بهذا القرار ويشارك في هذه المظاهرة نحو ثلاثة آلاف أمريكي جرى تنظيمها قرب عقارات يمتلكها ترامب في ولاية فلوريدا فيما سار المتظاهرون نحو منتج عيمار إيلاغو في بالمبيتش حيث يقضي ترامب العطلة الأسبوعية هناك مع أفراد عائلته ورفعوا شعارات مناهضة لسياساته